أهلا بكم بنفكركم تاني يا جماعة تشتركوا في قناة جوشو على اليوتيوب وتفعلوا زر التنبيهات عشان يوصلكم جديدنا أول بأول لأن دي الطريقة الوحيدة المضمونة إن المحتوى بتاعنا يوصل لكم بعد التديق على المحتوى الفلسطيني كمان همحطولكم تحت لينك البس المباشر للتلفزيون العربي في تغطيته الأحداث غزة اعملو لنا لايك وقلو لنا رأيكم في التعليقات أهلا بكم في جوشو قبل ما أبدأ موضوع الفقرة دي عايزة بارك لكل الدول العربية اللي اتأهلت دور الستاشر في بطولة أفريقيا وأسيا بس فيه ثلاث حاجات حصلت مش قادر ما تكلمش عنهم لأنهم حسوني أن الرياضة عندنا في الوطن العربي لا يتغربها شوية حاجة الأولى أن مفهوم الظروف الصعبة اللي بتواجه المنتخب تغير كلنا زمان كنا نقول منتخب محتوط في مجموعة قوية أو عنده لعبة مصابة المرة دي منتخب فلسطين غير مفهوم الظروف الصعبة المنتخب بيلعب وفي لعبة منهم أهليهم في سجون الاحتلال أو أهليهم تحت القصف بين الحياة والموت لهم أصحاب استشهدوا وأصحاب في غزة ما قدروش يخرجوا منها لعبة منتخب فلسطين كانت نفسياتهم ملهمة قوية نحن عندنا يا كابتن ميدو اتجرح نفسيا لما حسن شحاتها بدلوا فقرر ما يلعبش مع المنتخب تاني حتى بعد المكسب متعودين نشوف أسر اللعبة بتنزل الملعب تحتفل معاهم أو اللعبة بتكلمهم فيديو كول لعبة فلسطين مش بس عارفين يعملوا مكلبة صوتية مع أسارهم لأن مفيش اتصالات بعد المتش الكابتن محمد صالح لعب المنتخب الفلسطيني قال أتمنى أهلي يبقوا عارفين أصلا أن احنا سعدنا لدور 16 بس برغم كل الظروف ديت قدروا جمعوا الشعب الفلسطيني كلهم على حاجة تفرحهم غير الحرب حاجة تانية الغريبة هي حالة الحزن أن الجزائر خرجت من أمم أفريقيا بعد خسرتها من مورتانيا 1-0 صح كلنا زعلانين عشان خسرنا منتخب عربي في قوم أفريقيا بس ليه الجماهير العربية كلها مش وقت أبالها أن مورتانيا اللي صعدت بلد عربي برضو كلنا فجأة كده قلبنا متحة شلبي الشعب المورتاني بيتكلم عربي على الأل يا جماعة الجزائر تاريخها كده كده محفوظة في كرة القدم لكن مورتانيا بتتأهل لدور 16 بقوم أفريقيا الأول مرة في تاريخها المفروض أن احنا نكون فرحانين بالخبر ده مش يبقى زعلنا مضاعف ثالث حاجة بقى غريبة أن احنا الأول مرة بنشوف جمهور الكرة في مصر بيشن هجوم على محمد صلاح إزاي يا جدعان؟ دول كانوا بيعملوله حملات ضد مورينيو عشان بيقعدوا على الدكة في تشيلسي وكانوا يخشوا يكتسحوا التصويت عشان ياخد أحسن لاعب في أي بطولة ولما رمز قسر له كتفه المصريين عملوله خلايا عشان يختفوا رمز لأول مرة بنشوفه تحت الضغط ونزع لنا منه بالشكل ده هل عشان ما تضمنش مع أهالي غزة إلا بعد ضغط كبير ورسالة بحثة منه هل عشان المنتلة النجريجي بقت أوروبية ومش شبهنا وارد تمر الأيام وصلاح يتصاب تاني بس المرة دي المصريين كلهم ما قفوش معاه والناس اتقسمت على صلاح لأول مرة في تاريخه ما بقاش عنده الظاهر الجماهير زي الأول لأنه بنفسه قال قبل كده أمريش دعوا بمشاكلكم أنا لعب كرة وبس لأول مرة صلاح يخسر كتير من متابعينه وجماهيره تريسي جي أهم من صلاح للمنتخب؟ صلاح نقطة من تعدى 15 سطر وبعد كده تبدأ حاجة تاني كمان حاجة حلوة هو صلاح طول عمره في مصر ملوز ظاهر جماهير عشان هو مش محسوب على حد جامل شير هتخلو بتلاتين سطر ولا أهالي دستور؟ هل لازم مجلس شعب يعمل مادة في الدستور ما حانش تكلم على صلاح خلاص؟ مجلس النواب مجلس النواب والشيوخ ومجلس الوزر ومجلس الوزر صلاح محدش يتكلم عنيه اللي يتكلم عنيه يتحبس إيه حريت رأي إيه حريت حبس هو أنت بتقبلش الواقع؟ حريت حبس حريت يا قبتاع ايه مش وقت انتقادات دلوقتي يا جدعان أنا بنحارب منشيسفر سيتي فدواني محمد صلاح كويس إنني وأمام عشور هما اللي وحشين هتقول لي يا عام بس صلاح ما بيحطش أي جوان مع المنتخب ومش مفيد خالص شفتوا أداء أعمل إزاي؟ أداء مين يا باشا؟ انت بتشوفش الكباري اللي بيحطها؟ إيه ده؟ يعني كده سقف الجمهور المصري في الانتقاد مصطفى محمد؟ أقول لكم على حاجة عدم وجود كهرباء بالتشكيل ما أمر عليه؟ بيأهلوا عشان يوديه بره؟ بجد عيب عليك يا مصريين الهجوم على محمد صلاح ده ابننا؟ فين الأصول؟ إيه ده؟ بيعطوها برضو؟ ده فعلا ما حقق مصريين ده أنتوا فعلا ناكير الجميل لسيتوا لسيتوا أيام راموس والسودة لما شال كتفه على إيده وجاء عشان خطر مصر أنا مش مصدق إن مصر العظيمة اللي فيها واحد من أعرق اتحاداته الكورة الجمهور بتاعها يتحبس لو انتقد لاعب هيا بدأت محمد صلاح بعد كده نحبس اللي ينتقد خطة المدرب اللي ضايع المنتخب واختياراته الغلط للتشكيل قراراته الفردية ما لأ أسعار التشارتات والتساكر ودي أخرج بصراحة لما يكون فيه قرار رياضية في مصر آه كابتن بشير أنا لو في إيدي القرار أطالب بمادة تخلي بيبو وبشير تبقى النشد الوطن طب أقولك خد دي خلاص يا جدعان خلاص نرجع تاني لموضوع الحلقة نهاردة وإحنا في اليوم المية وعشرين في الحرب على غزة طرق الموت تعددت هناك ما بقاش القصف بس اللي بقتل الفلسطينيين بقتلهم نقص الدواء بقتلهم الجوع والعطش بقتلهم البرد والخوف بقتلهم إغلاق المعبر وزارة الصحة الفلسطينية بتقول إن المنظومة الطبية نهارت بالكامل نفيش ولا مستشفى شغالة بكفاءة دا مش بعيد يكون مبنى وزارة الصحة تقصف أصلاً والتصريحات ديك يقولوها من خيمة وفصلاً العالم كله قاعد بيبص المصر على أنها المنقذة اللي تقدر تدخل الوقود والمساعدات للأسف لأول مرة يكون دورنا بالشكل ده مع أهلنا في غزة وده يستفز كل واحد عمد ضر الدمير وإنسانية لدرجة إن الإعلام المصر يتكلم بشكل واضح وصريح لأول مرة في الموضوع ده من بداية الحرب في قضية مهمة أوي هبدأ بيها مصر ما بتسمحش بأي شكل من أشكال الاعتداء على أشققها ده أمن قومي لنا ولكل العالم العربي وإنه لو في صديقة لمصر محتاجة لمصر لو تطلب الأمر هنروح نحارب مسافة السكة مسافة السكة الأهلية لكل أشققنا نجد إن دولة هنا بتقفز عشان تاخد تبلع دولة عربية شقيقة مالا يملك أعطى لي مالا يستحق وواجبنا الحفاظ على أمن والاستقرار الدولة العربية الشقيقة الصومال دولة الصومال إحنا بينا وبين الصومال تاريخ أيام حت شبسوت ياه قلبت عليها زكريات الأسرة الثمانتاشرة نشأت أيام تيتا حت شبسوت الله رحمك يا تيتا كان آخر حاجة وسطنا عليها الصومال ما كانش إحلالها البخور واللي بانت دكر غير من هناك وتقريبا ده كان آخر دور إقليم العبنان من أيام تيتا حت شبسوت إستمع قولة؟ هنرجع عم جدنا ونعرف ندخل مساعدات للصومال للصومال أيها كده فكروا من يوصف وأكد عليهم بس برافو مصر فعلا الصومال بلد عربي شقيق بتمر بأزمات كتير ولازم نقف جنب شقيقتنا دور الرخيصة اللي بتلعبه أثيوبيا هناك فيه استفزاز لينا وللوطن العربي بالكامل ونحاول الدعم أثيوبيا القوة انفصالية لازم يتواجه بكل قوة مش بقمة عربية بس عبت السكة الأهلية ما بلاش الكلمة دي يا أحمد أحسن بتفكرني بحاجات مش كويسة خالص تخوف بس وإحنا بنساعد الصومال أثيوبيا تدبرنا المعبر المعبر؟ افتكرت صح يا جدعان كأن في دولة أو مدينة تانية احنا ناسينها مدينة بتتقصف تقاتل 24 ألف من أهلها دا لو فيه قانون دولي واحد انتهك في الصومال فيه مئات القوانين الدولية انتهكت في الدولة دي قصف استهداف قناص المدنيين عزل منع كهرباء ووقود وأكل حصار ماء وغزائي استلاء على أموالهم كل اللي يخطر في ملك من انتهاكات حصل أوحش منه فيه دولة تانية يا جدعان مين فاكرها؟ أنا زي نسيتها كان فيها بانك يام محتل مزعج وعنده أطمع في المنطقة العربية كده وبدرب عرض الحائط بكل القوانين الدولية فاكرين العدو دا؟ إثيوبيا بتضرب عرض الحائط بالقوانين وانتهكت سيادة الصومال إثيوبيا خلي بالحضرتك طول الوقت عندها أطمع إثيوبيا دولة مزعجة في القرن الإفريقي إثيوبيا تبث الإطراب في المحيطة الإقليمي إثيوبيا دولة مزعجة زي إيران مه دولة مزعجة في محيطة ما تفعله إثيوبيا ما هزاله عاملة مشاكل في الصومال في جيبوتي في السودان فيش هو فيه صومال فيش حاجة تانية إلا الصومال الطبيعي أن نتضامن مع الصومال الجامعة العربية تضامنت مع الصومال العالم مش فاضل إثيوبيا لا لكن إحنا فاضين للصومال فعلا إثيوبيا أكبر كيام بشكل خطر على منطقة العربية دلوقتي وفي أخطر منها بيقول لك عايزة تعمل سد من النل للفراط إيه التهريك دا؟ إيه التهريك دا جدعان يا فكر المجتمع الدولي سايب ولا إيه؟ إحنا فاضين للصومال كده كده خلصنا انتخابات وفاضين آه فورا نرفع علاقة دا في حكامة العدل الدولية دا بتضرب عرض الحاد بالقوانين قول لي يا أكبر دلعة كده أكبر دلعة كده إن إحنا عملنا معها معاهدة واتنين والله وما فرقش معاه التهريك دا عموما لو هنطلع على أثيوبيا محتاجين بس نرمي مراكبنا في النيل دلوقتي بسرعة قبل ما نملء التاني للسد يخليه جيف يا جماعة دا احنا معرفناش نحاربها عشان ميتنا هنروح نحاربهم عشان الصومال الخريب إن بالنسبة نشأت أول دولة بتزعجه هي أثيوبيا والتاني دولة بتزعجه هي إيران دولة مزعجة مع أن نشأت لو طلع رأسهم البلكونة هيسمع الإزعاج الحقيقي لزنانات أقرب عدو البصر بريطانيا مش فاكر أهم حاجة يعني بعد ما نحل قزمة الصومال ده مهم جدا بالنسبة لنا نروح نصلح ما بين ياسمين عبدالعزيز وإحمد العوضي وإن شاء الله بكده يكون مصر حقيقة السلام في المنطقة العربية وبصلاح حاجة كويسة إن إحنا عندنا العتاد اللي يخلين نقطع خريطة أفريقيا بالطول عشان ننقذ إخواتنا في الصومال وكويس إن مصر نقطت في الخناء لأنها على حتة مية بين أسيوبيا والصومال بس لما تعرف إن في دولة تانية مشكلتها من نيل الفرات هتعمل إيه؟ لما تعرف إن في مخطط تاني برضو البلد كانت عايزة تستولي على محور في لديلفي يا جدعان الدولة دي اسمها إيه؟ طب لما تعرف إن في إبادة عرقية بتحصل في بلد جنبها بالزبط يعني مفيش حدودنا بيننا البلد كان اسمها إيه؟ أنا فاكرها فلسطين أيوة افتكرت صح؟ ياه إزاي كنت ناسي الاسم كده طول الفقرة؟ الإعلاميين دول بيتوهوني دايما عن الحقيقة لأ بقولوكو إيه؟ أكيد مصر لما تعرف إن كل ده بيحصل على حدودها هتستغل نفس اعتدها وقواتها في إنها تنقذ إخواتنا في غزة وتأمن المنطالة العربية من الاحتلال ده؟ حد يقول لي إيه؟ إن مصر لازم تحارب ولابد ده والحاجات دي ونحارب إسرائيل يلا نضم الإسرائيل طب ما الجيش حارب كان في بعض نصات تقول كده يعني إنتو باللي إنتو شايفينه في غزة ده وبتقولوا نحارب يلا نروح نعمل سقط يا جماعة إحنا إنتو عايزين توراتوا الجيش ليه عشان نرضي حضرتك؟ نحرابها عشان نرضيه يقولك أهجم لا أهجم هي عم أنا بلعب فحارة إحنا مش بتوح حرب واحنا مش بتوح قتال نعم إنت في غنى عنده أصلا وإنت مش مطلوب إنك تحارب أساسا مربعين ومستريحين كده وإيه؟ يلا يا جماعة نعمل حرب تحمل؟ كهرباء تقضى الساعة؟ تحمل أزمة تبقى موجودة في البلد؟ معقولة يعني في الصمال بتقنعونا نحارب بحدش بسود وفي غزة بتقنعونا نسكت يا أخي أهل موسمي جاد لا لا ده أنتوا عارفين كمان إيه أنا خايف مصر تسحب قواتنا اللي في فلسطين تروح تحارف في الصومال لا لا إن شاء الله مش هتعمل كده مربعين ومسترياحين كده وإيه أيوة يا نشأت حنط ضميرك إنت واستريحت كده أصلي في ناس هتقول لي وش معنى الصومال يباش الصومال دول ناس بنا وبينهم تاريخ من أيام حدش بسود نا ما الدولة التانية بنا وبينهم خطة على الخريطة وإحنا ملناش في الجغرافيا يعني أنا شاءت من تلاجع كده بالتاريخ لحدش بسود ما عدتش كده على أيام ما كانت رفح المصرية والفلسطينية واحدة لأ مش هرجعك لقبل الميلاد سنة 1947 بعد الميلاد عادي لما كان الإتوليس بيطلع من القاهرة 6 الصبح يوصل القدس ويافة وغزة أربع العصر في نفس اليوم لأ ما تستغربش كنت تركب كده من رمسيس تقول له قدس ياسطى فالك أوكي ب2 جنيه و40 قرش تقول له ليه ركيبها مبارح ب2 جنيه و30 قرش كل ده مش فاكره فاكر أيام الملكة حدش بسود حتى التاريخ نشأت مش فاكر منه غير مؤخرته وأنا بصراحة بحاول ألاقي سبب اللي تخذلنا مع فلسطين مش لاقي لو تدخلنا مع الصومال عشان قضية ميا ويهمنا أمنا القومي فالغزاوية مقطوع عنهم الميا برضو لو بنتدخل في القضايا الإنسانية ما فيه تجوح في غزة لو بنتدخل من ناحية العروبة ففلسطين دولة مجورة من ناحية الدين القدس أول القبلتين فيه بدل السبب ألف سبب يخلينا ندخل ونساعدهم كنت أتمنى أسمع في الإعلام نفس الصوت العالي بنفس الضغط ده بس على فلسطين كمان مع الصومال كان نفسي تبقى قضيتنا برضو مع الصومال يا فلسطين إحنا فضيين للصومال لا يا أحمد أنت فعلا ما وركش حاجة خالص للأسف بعد حرب غزة اكتشفنا أن إحنا في مصر فضيين تماما استنوا أهلا بيكم مرة تانية مؤخرا يا جماعة كل مفتح هشوف أخبار بصر الاقتصادية هلاقي التقرير بتاعتنا كلها سلبية الحق هنبقى زي لبنان يس أخيرا يبقى عندنا حرية رأي كده ونقول برحيتنا هلا هلا وهلا هلا هو لا يا بشا والله انت فمتني غلط ده أنا بحب موز ويقول لك يا عم انت فهمت غلط برضه هنبقى شبه لبنان في انهيار العملة طب بلاش فجأة كده هلاقي خبر تاني بيقولي الحق رايحين ليبيا ياس أخيرا أخيرا لقينا طريقة عمل البكبكة لابت بكبكة يا صاحب ده أنتوا اللي هتوبك بكبكوا صادقا يعني أم من كتر الأخبار السلبية اللي بأشوفها على النت بدأت أحس إن جوجل بيطبطب علي بس قالوا على الدولار بكام قال لي بتلاتين جنيه صحب خلي عنك خالص أبصها لقيت ضحف التمن في السوق السوداء فضلت أتابع الأخبار لحد ما شفت خبر لوكالة التصنيف العالمية بتقول إن تقييم مصر الاقتماني نزل من بي لبي سالم وكان نقص الوكالة تقول لنا بلاش اندهاش عشان يتقل لسه مجاش يابا ولا يهمنا ايه يعني من بي لبي سالم المهم جايبين مقبول مش لازم نقفل المنهج الاقتصادي يعني بس كل حتى التقييمات بتاعة المنظمات الاقتصادية لبرة وحشة بس بص ولا يخش في زمية بتعريفة كلها التقييمات مش حادية طبعا أنا واثق في بلدي ومتطمن في إعلام بلدي ليه؟ عشان بقى لي كم يوم كده شايف الإعلام المصري هو عمال يطمن الناس مش معقولة يعني يكونوا بيتحقوا علينا يا جدعان أكيد الإعلام المصري شايف إن فيه أمل في الاقتصاد المصري وشايف انفراجة وهيبشرنا بيها أنا عندي معلومة مؤكدة من مصادر مسؤولة عليمة هناك انفراجة ستحدث خلال أسابيع قليلة في انفراجة قبل إبريل المقبل عشرين أربعة وعشرين سيكون هناك عائد هولاري ضخم تنانير وبلانك وفلوس بالكونفر البنك المركزي المصري احنا ضربين ثلاثة مليار كنا نقول يا رب هيبقوا خمسة مليار دولار يروهات دولارات وفرانكو هنقل عن عشرين مليار دولار تصل إلى 101 مليار دولار مش مباركة دعاية الوالدين بس الفلوس دي تمنها اي 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 مش قرض وحاجات لا تمثل أمن القوم ولا مساعدة من حد ازاي بقى انا عاش حضرتك تكنيئني ازاي لن نصل إلى شهر إبريل القادم والحالة المنية هتنفضل كده هتتتكلم بجد هنوصل لشهر إبريل يا أخي الحمد لله طمنتني سأنا قلت البلد دي أخيرها فبراير وهتجب درافة يا بكري انت بتحضر لكتبة إبريل من يناير لأ وإيه كمان ثلاث شهور في عائد دولاري ضخم جاي لأ أقول لك رامينا ثلاثة مليار بقى وخمسة مليار صدقهم يا جدعان مش الملايين اسمهم أرانب أهم ولدهم وفجأة الخمسة مليار بقى وعشرين والعشرين بقى ومية لو لا مشروع تفريخ الدولارات السمنين كل ده إعلام هل لنا مثلا قريب مات وسبلنا ورس ولا مصر اكتشفت من جم قروض مش قروض إيه طب مني هدخل مع الدول العربية جمعية ونقبطة إحنا الأول ولا مساعدة من حد ولا مساعدة من حد لا يبقى ببركة دعوة الوالدين مش ببركة دعوة الوالدين بقى لا 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 ما تهذرش بقى يا جدع يبقى أكيد بسبب البرك الفنوس دي تمانها إيه طب أقول لكم أنا مش عايز أسأله ومش عايز أعرف طالما الإعلام قال إن في مسؤول كبير بيأكد لانفراجة يبقى فين فراجة مين بقى المسؤول؟ ما لناش دعوة ولا أقول لكم بصراحة أنا عندي في دول أعرف مين المسؤول ده عشان أفرح به أبوسو يا طرق يقول أبوسو يا جدعان ثم ده أصلا مش فاضلنا والزمانه في سنتر الحمد بيأخد درس اقتصاد قال مين المسؤول الكبير ده أكيد رئيس الوزراء صح؟ ربنا يطمنك يا سيادة رئيس الوزراء والله أنا قلت ما حدش يطمننا غيرك قل لي بقى إزاي فين فراجة لكل الأزمات دي في ثلاث شهور بس نعي تماما علشان نتجاوز الأزمة اللي موجودين فيها قدامنا 24 وجزء من 25 عشان نتجاوز كل الأزمات اللي موجودة نمكن فقط ست سنوات من الآن بقية 2030 نعي تماما إزاي الدولة دي نقدر نتجاوز الأزمة اللي احنا موجودين فيها ونحقق المعدلات اللي بيحلم بيها لكل مواطن مصري حضرتك بتاعي تماما في الاقتصاد المصري ولا بتنعي تماما الاقتصاد المصري إزاي ده الإعلام مأكد لي إن الانفراجة كمان ثلاث شهور مش في عشرين ثلاثين زي ما انت قلت آه انت كمان مش بتابع خبار اقتصاد البلد لا بقى ده وقتنا وراك يعني مش في الحين نقف عند رقم معام من الأرقام اللي انت بتقولها يعني مثلا يوم ثلاثة يناير قلت قدامنا سنة ونص ونتجاوز الأزمة ما قلت لناش الوقت ده بناء على إيه ولا إيه يا معطياتك بس صدقناك عشان انت رئيس الوزراء أكيد عندك كل معلومات البلد نقوم نشوفك يوم 14 يناير بتقول قدامنا ست سنين لحد عشرين ثلاثين قال لا يعني في 11 يوم بس نقطنا ست سنين يعني لو جلناك كمان 11 يوم وقلناك سيادة الرئيس الوزراء هنتجاوز الأزمة إمتى هتقول لنا ده أين عشنا وكلنا عمر بدالي ناقص هي أزمة عبرة طب هي أتعبر في قد إيه قصت الأزمة عبرت على وشنا ولسه ما خلصتش وقيت تواريخ الكتير دي يا دكتور مدبولي انت لو ماسك مصروف البيت أكيد تبقى حزبه بدقة أكبر من كده إزاي يا جماعة رئيس الوزراء بتاع الدولة حساباتهم لغبطة بالشكل ده واضح ان الدكتور مدبولي مش مسؤول عن كلامه أصلا عشان يبقى مسؤول عن ميزانية البلد شكله غلبان ما يعرفش إن الانفراجة جاية جاية كمان ثلاث شهور بالزبط لا 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 يا شعب مصر ما حاجش يصدق دكتور مدبولي صدقوا لإعلام المصري اللي بيأكد إن في انفراجة يعني استراد يعني تصدير يعني عملة صعبة أي وفاة أي وفاة بالاستقرار وأهلا بالمستثمرين في مصر الأسبوع اللي فات كده كان فيه خبر تسبب لي خانا الشايع مشي الشايع ده مستثمر كويت مجموعة الشايع الكويتية بتشتغل في مصر من خلال فوق الستين اسم تجاري الشركة دي عندها سبعين علامة تجارية دي بهمز وماثر كير وفكتوريا سيكرت مئة علامة تجارية وطبعا ده مش الأولاني عشان أقول لحضرتك خلينا أكون أمين معاك آه فيه شركات بتقفل فيه مستثمرين بيصفوا لما البلد حصلت بعافي شوه مشي حالة النحيب هنعيش إزاي من غير كذا مش عايط على الشايع إنه مشى مش عارف إيه وإيه مش همشوا يا سيدي هو أنا ما عنديش في مصر منتج محلي بنفس ذات الكفاءة طبعا عندي ملابس مصري المحلة فين؟ المحلة عندها حاجات حلوة قوي يعني لو أنا ما لقيتش فيكتوريا سيكرت يعني مش هنلاقي الستات يلبسوا ملابس داخلية واضح إن نشأة اللي سيكر مش فيكتوريا سيكرت هو صحيح اقتصادنا هو يعقى كده يا نشأت بس مش لدرجة إن انت لازل تشوفه من تحت يعني حتى لما فيكتوريا سيكرت جات مصر سرها اتفضحة هو يا نشأت إيه علاخت الاقتصاد المصري بالملابس الداخلية المفروض تدور على حلول الاقتصادية المحلة فين؟ خطنول سيكرت فين؟ الامبراطور سيكرت فين؟ ده مفيش حاجة مغرية أكتر من واحدة ست لابسة بوكسر يا سيد يا سيد يا سيد باتريا يا سيد يا رب عليك إنت دايس كده في أي حاجة؟ رجع لي نشأة تانية يا جدعان إيه نشأة وبعد اللي حصل في البلد المحلة هتغطي إيه ولا إيه؟ ده إحنا محتاجينهم يفصلون لنا غطاء نقضي بدل للرحم الننط بس هو حل برضو نعمل احتياط نقضي بكسرات تسند الاقتصاد يا المحلة على دماغنا واستثماراتها مطلوبة بصراحة وطول عمرها صراحة بيتنافس في عالم الأزياء والموضة ده ديفيد بيكا ما بيلبسها لمن هناك بس ما بتتحسبش كده يا صحبي الناس زعلانا مش عشان كاب بيلبس من فكتوريا سيكرت زعلانين على الاستثمار اللي بيروح ممننا على المحلات اللي هتتقفل والبطالة اللي هتزيد ما فكرتش إن الخبر ده مؤثر عشان مثلاً مستثمر كبير وفاتح ساسرة محلات وبرندات وشوق اللي بيدخ في رص البلد ما فكرتش في ديت طب ما فكرتش مثلاً إن لما مستثمر زي ده يمشي هيقول إيه لبقيت المستثمرين اللي كانوا ممكن يفكروا يستثمروا في البلد لما البلد حصلت بعافة شو يمشي ما ده مستثمر ده والنبي فيين مستثمرين زمان اللي كان يفضل موجود معاك لحد ما يكون على البلاطة اخص على المستثمرين الأيام ديت كل هموم الفلوسه بس بس خلاص اللي عايز يمشي يمشي أنا مش هنبكي على حد مش عايط على الشاية يمشوا يا سيد لا يا نشأة متعيطش إنت دموعك أغلى من الدولارات اللي بتروح مننا اطرد المستثمرين اشتبعهم قطع بوكسراتهم شكلها الانفراجة ممت مليار دولار مقوية قلبك يا نشأة طمت قوي قلبنا معاك يا نشأة ده أنا حس ان الاقتصاد عندك في البرنامج أحسن من مصر يعني خدنا نعيش معاك شوية أصل ما كدبش عليك يعني يا نشأة أغلى من الخبراء اللي اقتصادين رأيهم عن اقتصاد مصر ما يطمنش خالص وهجيب لك كده واحد عمال يلفه على القنوات المصرية هو يقولك بنفسه معي ضيف الدكتور حسن الصادي أستاذ الاقتصاديات التمويل أستاذ اقتصادات التمويل بجامعة القارة مسائل فول اللي منورني الفانطين أهلا محضرتك والاقتصاد المصر رايح على فين؟ ده السؤال المعتاد هل الاقتصاد قادر يوفر احتياجاته من الدولار؟ لا هنستلف تاني وتالت ورابع وعشن كل ما تزيني أنا بروح اقترد علشان أستدد اللي موجود علي كل إراداتنا العجزة عن خدمة الدين انسجدها ازاي؟ الصندوق والأصول اللي انت بتبعها الأصول اللي موجودة عندك انت هتبعنا خارج بعد ما بيع الأصول هبيع ايه تاني؟ هتطرى بيع أصول تاني لغاية فين؟ ما هي أصولي مش unlimited مش قادرك فعلك؟ فحديلك أصولي لغاية ما يوصل ما بقاش عندي أصل دي ملكيات مصريين حولناها الملكيات خالجيين هذا الإفلاس في الفكر قد يؤدي إلى إفلاس في الدولة لا 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 مسمح لكش يا أستاذ اقف مع وجوه تكلم عدن إفلاس دولة ماشي معندي راش مشكلة بس إفلاس فكر أمرها ما تحصل طبعا مش عايش معنا ولا إيه؟ ده إحنا عندنا أحسن خبراء اقتصادين في العالم عملك شفت بلد مماشياها من غير درسات جدوى؟ ها؟ شوف؟ أصلا شكلك مش فاهم اقتصاد زينا خالص فعلا ما نبيع أصول ما هو بعد ما نبيع الأصول هنبيع ابنا الأصول إن شاء الله هتمشي بس بقولكوا إيه؟ أنا عندي ياخدوا أي حاجة بس يسيبوننا المموريل ده هو اللي نعنشي اقتصادنا يا أستاذ بقولك إيه؟ انت شكلك كده مش فاهم اقتصاد ما حدش إقلق يا جماعة يا شعب مصر ما حدش إقلق حل موجود إن شاء الله الحكومة بتاعتنا فهمة ووعية في كل أزمة تدخم بتعمل إيه؟ بتقفض قيمة الجنيه دي فهم ما وعرفة كل حاجة هل هيتم تخفيض الجنيه خلال الفترات القادمة؟ ما بقاش فيه جنيه رسمي الناس خايفة من الجنيه مش طمعنا في الدولار بتعامل جوه البنوك بالسعر اللي موجود برا البنك جوه نفس البنك ليه ثلاث أسعار ما بقاش فيه تعامل بواحد ثلاثين ثمانية وتلاثين ولا ثمانية وتلاثين ولا ثمانية وتلاثين وقدت في زعي إزا وتلك ولا حتى أربعة وخمسين انت عندك unlimited prices for the dollar سبعة وستين أو خمسة وسبعين ايه خمسة وسبعين عفوا خمسة وسبعين I was shocked and shaking and name it What؟ زفك لا أصلا مش وط بس دوات الزفك كمان انت عندك unlimited prices for the dollar وط الزحل خلاص ما بقاش قادرين على الدولار فبنحاول نتكلمه انجليزي ممكن يفهم ويحاول ينزل شوية ما بقاش فيه جنيه رسمي مات يعاني مات غرقام من كتر التعويم كان لسه شباب خفض كده من وسطينة للأسف يا جماعة الجنيه مات ونحن من قتلناها أنا بس خايف بعد بيع كل الأصول وتخفض الجنيه المحل تأثر معانا وانعرفش حتى نبيع فوكساتنا لا لا أنا كده بدأت أخاف لا بقول لك يا سيادة الخابير الاقتصادي يابا انت شاكلك كده فاهم وعملت يقول كلام انجليزي يعني ما انت عملت صدر لنا مشاكل ما تقول لنا إيه الحل العلمي لازمة الاقتصاد المصري أخي دا عندك حل بالفضل تصور الحل رقم اتنين في النقطة يعني المسلمين بقى يروحوا الجامعة في يوم الجمعة ويدعوا المسيحين يروحوا الكنيسة ويولعوا شمعة يوم الحد طب قول ملحدين يعملوا إيه يسوفوا السودة وخلاص أو دعوة ولية ساعة عصرية والله تأثير احتمال يكون أكبر من تأثير المسؤولين على الاقتصاد أخيرا فهمت لا يعني أخيرا فهمت إيه لازمة أكبر جامع وعطو المأزانة يعني بعد الانفراج اللي عشمنا بها الإعلام يطلع الوضع الاقتصادي بالشكل ده بينقلوا للشعب اللي عايز يتعلق بأي أشياء خبر ملوش أي مصدر ومحدش بقى عارف يحسب مين بيقول إيه ولا يوجه لمين كلام والدولة بقيتمشي يا أبا بالمصادر المسؤولة النهاردة مصدر رفيع قال مصر كمان شهر مش هيبقى عليها أي ديون بكرة مسؤول يقول الدلالة هيبقى بعشرين جنيه بعده خبير اقتصادي يقول مصر هتبقى أكبر دولة نمية في العالم محدش عارف هم بين دول بيقولوا فين وهيحاول وعد إزاي ده بيش حاجة أقولها لكم غير استنونا لا استنونا احنا سوق تستنوا وعده موسيقى أهلا بيكم مرة تانية الفترة دي طبعا مليانة مطشات لحد شهر فبراير والكل قاعد متابع منافسات كأس الأمم الأفريقية والأسيوية خصوصا إن مشارك فيها 15 منتخب عربي وما إن كده كده فيه اهتمام إعلامي بالبطلتين فأنا هسيب المساحة دية لخبراء التحليل عشان كده أنا هروح لمنافسة تانية وهي كأس الأمم السودانية إيه مسمعتوش عنها؟ دي أمعلم بتتلعب في السودان من 15 أبريل اللي فات بين الجيش السوداني والقوات الدعم السريع وبيشارك فيها روسيا وأمريكا وإسرائيل ودولة عربية وأفريقية كتير النتيجة سلبية لحد دلوقتي والتنين مقفلين وما حدش عايز يجيب جون ويحسم الحرب دية ولحد دلوقتي شوفنا 13 ألف حالة طرد للأرواح في الصفوف المدنيين وزيهم 26 ألف مصاب وخمسة مليون حالة طرد خارج السودان طولة طويلة جدا بقالها 3 شهور والتنم سنة والخسران اللي واحد فيها هو الجمهور في الأول الكل كان متوقع فوز البرهان بدعم دولي وقالوا إن حمدتي هيفضل مطارد ومنبوز بس الكلام ده غير صحيح شوفنا حمدتي اليومين اللي فات وراح يزور أغاندا وأسيوبيا وجبوتي وكينيا وجنوب أفريقيا ورواندا قالوا ممعرف يعني كده إيه اللي بيحصل في الدول ديت وأعمل أفريكان تريب أرفع عن نفسي شوية ومرة أشحت يعني شوية دعم حمدتي ما تنساش نفسك انت مش عيسى حياته انت قائد ملاشيات الجنجويد ده ناس يجدعان يروح تلق أبيب في سبيل يعني إيه دعم السودان للسلام بس عشان تفهم أكتر يعني عن سبب أهداف زيارة حمدتي عرفنا أنه عمل اللقاء على قناة سكاي نيوز عربية وده يعتبر أول لقاء حواري ليه بعد الحرب قولنا نشوفه عشان نسمع منه ويحكي لنا أكتر عن مشاعره قولنا يا حمدتي إيه إحساسك بعد الساعة شهور من الحرب في السودان فريق أول محمد حمدان دجالو قائد قوات الدعم السريع السوداني أهلا وسهلا بك في سكاي نيوز عربية مرحب بسكاي نيوز عربية ومرحب بسهد المشاهدين سعيد جدا بلغائي في السكاي نيوز عربية لأول لغاء ولكن ما سعيد أنا قلدي فيها حرب لكن أنا سعيد يعني ها قول يلا طب يا جدعان حد يجرب يرجو كده يمكن يقولنا حاجة نفهمها لحبيت من أولها كده ده الموزيع هنك في كلامك في الترحيب بس لما لما ندخل في المواضيع السياسية والعسكرية يبقى عامل ازاي قد تعال هنا يا حمدتي تعال بتقول سكايب نيوز انت طالع على سكايب نيوز إزاي قائد قوات الدعم السريع يبقى استعابه بطيء كده ده حتى بيقولك قالولو قناة البي بي سي عايز يتمل معك لقاء قالهم بي بي ايه يتفطم ويجي الأول أنا سعيد أنا جلدي فيها حرب لكن أنا سعيد أنا مش بتأكد وأحسس بإيه بصراحة ده كفايا لانقسام اللي في البلد كمان في انقسام مشاعرك يحمدتي مش عارف حتى انت سعيد ولا مسعيد سعيد إزاي بس لا 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 ما تخليش المجازر اللي انت عملتها في السودان تغير مودك تحب نكلم لك قوات الدعم السعيد تمسكها؟ بس بقلوكوا ايه التناقض اللي عندي حمدتي راح لفلتاني خالص لدرجة انه لما راح رواندا أزار النصب التسكاني لضحايا الإبادة الجماعية أكيد بيحاول يرى ازاي نجحه في الإبادة الجماعية وعايز يعمل واحد زيه في الخرطوم يا جدعان أنا خايفي بيحمدتي عاجبه السود اللي جاي من وراء الحرب ومش بيسع للسلام أصل لما انت خفيف كده وبتلبي طلبات الدول الإفريقية وبقدها زيارات فما تختف رجلك مرة كده للبرهان وتحل الأزمة دية اسمح لي أن أبدأ بدعوة للقاء ومفاوضات مباشرة بينك وبين رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان هل ترى هذا ممكن؟ قبل ما أجاوب على السؤال أنا أول حاجة أحب أن أنت تسحب كلمة رئيس أو مجلس السيادة أنا لو أديته اسم ممكن أديه قايدة القايدة المسلحة وليس مجلس السيادة أرجو أن تسحب هذه الكلمة عشان نواصل في الحرار أسحب بسرعة أسحب ما يغرقش إن هو هادي كده بص هيعدت دماغه العشرة وبعدين يسحب لك واحدة جنجويدي أسحبها أرجوك نحن لسه موقفناش الحرب اللي بينه وبينه البرهان دخلنا بحرب المسميات لأ اغلط فيه شخصيا براحتك بس بلاش موضوع السيادة ده الله يخليك أصله كان نائب فعل في المجلس وتمت إقالته يعني الموضوع حساس شوية بالنسبانه أرجو أن تسحب هذه الكلمة بالراحة على الراجل يا حمدتي ده أنت اللي انقلابات بتجري في دمك كده المزيح هنا مش بيعبر على رأيه ولا دي وجهة نظر أو شتيمة عشان يسحبها هو بتكلم في المناصب الرسمية الموجودة لحد دلوقتي أنا لو وديته يسم وهو هيقول لك طب صفتك إيه بتدي أسماء أصل لو العملية سهلة كده أنا عايز الإعلام يسحب اسم رئيس مجلس السيادة من البرهان ويسحب لقب قائد قوات الدعم السريع من حمدتي ويدوم هما للتنقس تجار حروب بعدان يا حمدتي ما انت بتشتغل الدول الأفريقية بقى القبوة همية انت حتى لما زلت جنوب أفريقيا لأنهم بعدها نزلوا تويتا إنك رئيس السودان وبعدها مسحوها يقول لك رئيس جنوب أفريقيا بعد ما قابلك إيه ده ده يا رئيس؟ ابسح يا ابني القرف ده بس إيه رأيات؟ هقولك حلمك لمدة خمس ده بس مصيبة ليكون هيدحي بصفته العسكرية عشان هو يبقى هو سلطة المدنية طب تعالى يا حمدتي تعالى عايزة انت يزعلن من الاسم؟ يا عمي اعتبر الكلمة انسحك وحش يا مزيع أنت وحش يقول على برهان أن رئيس مجلس السيادة يخصى عليك يا مزيع مبسوط يا حمدتي؟ يا أختي الكميلة انت ديت حقيقتي يلا ركز معايا بقى ما سمعت يعاني أنت زورت قديس أبابا قابلت حمدوك رئيس الوزراء السابق والاجتماع ده خرج باتفاق بيوعد السودانيين بانتهاء الحرب وتوحيد الجيش وإخضاعه السلطة مدنية هتعملها زي دي معلاش أصلا مفيه الظرار للأسف هندس عليه يحولها المدنية قل لي هتدخل مفاوضات ويبقى عندك كده مرونة وتقدر تتنازل؟ سداني يا حمدتي الشعب السوداني معاكم تازى كتير أوي أنا بحتذر للشعب السوداني كله لكل الطفل، لكل مرأة، لكل الشاب لكل شاب فقط مدرست وفرج وفقط روضر أنا أتمنى أنه السلام يتم سريع جدا لو أنتوا حاولتوا وقفة لقنا لا لا شوفي يا أخي أنا ممكن أوقف لكن يضربني ما هارود دلي عائل صغيران عشان أضرب واسقط؟ لا والله ما يسيبه أنا بحتذر اركلي الاحتفاثات على جب يضربتي يا عم والله يا سودانيين لو بروه هنكلمني هدور فيكو الضرب أنا بقولك هو أنا عارف كويس أنا بضرب مين لكل طفل، لكل مرأة، لكل شاب فقط روضر ثانية واحد، ثانية واحد يا حمدتي الشباب أهل في الروضة تجربتك الشخصية في التعليم ما ينفعش تقسها على الشعب السوداني كله بعدين إزاي حمدتي بتعتذر وأنت قوتك لسه مستمرة في الانتهاكات يعني مثلا بالنسبة لأكتر من 500 طفل مات وعشرين مليون طفل اتحرموا من مدارس أنا بحتذر لا لا ولا يهمك يا عم حبيبي حبيبي في بيتها إن شاء الله طب قلت عليك على حالات الاختصاب واللون في الجنسي اللي وصلت لستة مية ستة وتلاتين حالة ودي الحالات اللي تسجلت بس أنا بحتذر يا عم بسيطة ما تشيلش في دماغك بقى لا لا بسيطة إن شاء الله طب بالنسبة لضحايا إخلين درفور والمجازر والمقابر الجمعية اللي ارتكبتها قوتك هناك إيه؟ أنا بحتذر يا ربي على زوءك يا حمدتي كل حاجة كده بتعتذر ما تكبرش الموضوع بقى يا عم معلش بقى يا سودانيين آه موتتكم وهموتكم بس هديكم بعدها واحدة احتذاركم بولارجي تنسيكم كل اللي حصل خيال كده يا حمدتي انت اللي تكتب الدستور في حالة الإبادة الجماعية أنا بحتذر يا عم ما تحطش في طباغك بقى والله العظم بسيطة بقولك إيه؟ أنا بقولت عفوا قدام حكامة العدل الدولية تقولهم الكلمتين دول لا يبلغ احتذارك يا عم إحنا راضيين لو أنتوا حاولتوا وقفة لك ناقل لا لا أنا ومرة أشوف واحد بيعتذر عن جرائم ومصمم يكمل فيها معنى احتذارك هنا ان انتوا قصرتوا مع الشعب في أعداد الضحايا حمدتي بيعتذر إعلاميا للشعب وبيقوله هضرب البرهان بس الحقيقة الشعب هو اللي بتضرب وعلى آخر الحرب غالبا هيعتذر البرهان ده إيه اللقاء اللي مش هنعرف نطلع منه بحاجة ده؟ حمدتي يركي شوية الله يخليك عايزين نستفيد منك بأي حاجة ريت تقولولنا مثلا ايه اللي خلاك انت والبرهان تلابوا على بعض كده؟ ده انتوا كنتوا انتوا اللي اتنين واكلين شاربين منقلبين سوا اسمح لي انت عملت مع البرهان شهور طويلة منذ الثورة الآن اكتشفت فقط انه من الضمج لا لا واجهته واجهته كثير جدا واجهته في انجلاب 25 اكتوبر احنا كنا جوزة من الانجلاب البرهان غشانا كلنا من اربع اسنين البرهان ليه بكل الناس البرهان هو اللي جاني انا في مكتبي وقال ليه مسكني من يدي وقال ليه لو ما بتجي معي واحترف بالكلام ده هو اصلا انا داير اكون قلت ليه خليني انا وسيط بينك وبين المدنيين لكن هم قدروا مقلبوني انا وده كان مقلب اصلا كان مقلب مدروس انا مفروض ما اكون في السلطة انا بتعجي مال مكاني في السحرة مال انا ومال اليلة دي كلها ياخد دنيا دي دوارة والله يالله معليش يحميتي تعيش تاخد غيرها ان شاء الله لو حبيب تزيع اقول زيع وعموما يحميتي احنا فيه اهو لو انت مش عايز السلطة سيبها او خلكنتم اللي اتنين فيها بس تسيبوا الشعب السودان في حاله بعدين بصراحة يعني يحميتي دموك وتقيل اوي 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 انت والبرهان اصلا ما قلب يقول لي يروح فيه الاف الضحايا والجرحة واكتر من مليون وص نازح ده ده مقلب سخيف وبعدين عزفهم حاجة تعال قلنا الشعب هي اعملك ازاي وانت غدرت بالبشير اللي صنعك وبالبرهان اللي تكبرك وبالمتظاهرين اللي التفحوا عليك بعد الثورة وفتخروك بتحميهم بعدين هم لو مقلبوك فعلا فانت بقل ما ناجم البلد يا ابو حميتي احنا بنتفرج عليك عشان نعرف معلومات جديدة عن واقف اطلاق النار حميتي افهم انت نفسك المقلب وبعدين مش انا قلتلك مش اي حد كده يمسكك من ايدك تروح معاه ازاي يعني يمسكك من ايدك فتروح معاه مش انا بننبع عليك كزا مرة ويقول لك تعال اجيب لك حاجة حلوة تروح معاه اخص عليك يا حميتي بعدين يا كماعة الحرب طوولت قوي مش عارفين حتى انتوا جايبين الفلوس دي كلها منين للحرب فرصة يعني مزيع سكايب نيوز يسألوا وعن مصدر تمويله كيف تمويلون القوات الدعم السريعين القوات الدعم السريعين هي قوات محترفة نحن استولينا على مخازم استولينا على مؤسكرات كتير انت شفتها في الاقلام مؤسكرات كثيرة ما في رواتب رواتب دي نحن عندنا ممكن حاجات اننا محتفظين بها خاصة بينا يعني كنا عام ننقب معاه صغيرة كده انا وصحابي وكنت بابط كل يوم ما نقم دهب محتفظين بها وبنقترها وقت الحاجة ايه حمدتي ومجمل في السحراء حمدتي اطلع بره منظومتك البيئة شوية بقى وانت يا مزيع ما تضغطش عليه أكتر من كده اللي هيقول لك فالعنا على مصادر التمويل اللي بجد فسكايب نيوز تقفل حمدتي اديني أمارة واحدة عشان تصدق كلامك ده ما في رواتب دي حاجة كده عاملينها لله بينا وبين ربنا لأ بندمر بلد كاملة بلا مقابل جدعنا يا جدعنا احنا واكلين شاربين نايمين في بيوت أهلينا حرفيا استولينا على مخازن لا لا بالسرقة هم حطين وضاعف سندق الدهب في بيوت السيدانين يعني فاحنا ايه بناخدها عالجاهز دي عاملة كده زي لما شركة كبيرة تستحوذ على شركة صغيرة بس بالإكراه معقول يا جماعة حمدتي احنا دخلنا الفقرة ديت عشان نعرف ليه ما تمش وقف اطلاق النار لحد دلوقتي ما اظن يعني بعد ما تفرجنا عالفقرة دية تعرفنا لحد دلوقتي ليه الاتفاق ده ما تمش وتقريبا مش هيتم استنوا اهلا بكم مرة ثانية تقريبا كده يا جماعة دي اسوأ فترة بتمر بها الدول العربية لان اغلب الدول العربية دلوقتي اما فيها مشاكل او حروب اسرائيل مثلا بتضرب في فلسطين واليمن بتضرب السفن الاسرائيلية امريكا وبريطانيا بتضرب في اليمن ايران بتقصي في القواعد الامريكية بس في العراق واسرائيل بتضرب في سوريا ورسيا وامريكا بضربوا في السودان بس فقرتنا دلوقتي عن اللي حصل الاسبوع اللي فات خرق للسيادة السورية من قبل اسرائيل ايه جديد يعني ماذا بيحصل ده الطيران الاسرائيليين بتضربوا على استخدام الطيرات بتاعتهم في الاجواء السورية قالك لا المرات الطيران الاسرائيلي مضربش قواعد عسكرية او اماكن في اطراف المدن بضرب مبنى في حي المزة اشهر الاحياء السكانية في العاصمة دلمشق بيبعت عن مكان اقامة الرئيس السوري اهلي من اثنين كيلومتر ايه ده؟ هو الكريملين قريب من المزة ولا ايه؟ المهم ان الاستلاف ده تسبب في قتل اكتر من عشر اشخاص من المكونات الرئاسية لجيش بشار الاسر واللي هي ماليشيات عراقية ولبنانية ومستشارين ايرانيين وبخصوص الضحايا السوريين متعامل سوري كان شغال في ورشة قريبة من مكان الانفجار ربنا يلحمه ايوا يا سيادة الرئيس بشار اظن بقى دي احسن فرصة تستغلها وترد ويكون المبرر ايه؟ انتهاك سيادة في ضرب احياء سكنية وقاتل مواطن سوري والظروف المراضي مناسبة للرد والاسرائيليين يا با باعياته في غزة دلوقتي صح؟ لا غلط وعشان كده حاولنا نسمع محللين سوريين نفهم منهم في الفقرة دية ليه سوريا ما بتردش على الاعتداءات الاسرائيل المتكررة في الداخل السوري؟ من دمشق الكاتب والبحث السياسي حسام شعيب سيد حسام اهلا بك معنا هل هناك اي معلومات اخرى ربما الان توفرت اؤكد هنا الخبر اسرائيل لم تقم بعدوان بثمانية فاريخ وانما بفاروخ واحد فقط انا بتقديري انا الحكومة السورية ليست معنية بالاستعراض الذي يقوم به الاسرائيل على ارضها بالمناسبة ولكن الاخوة الايراقيون والايرانيين لطالما دائما يتحدثون على انهم لا يخشون مسألة الشهادة وهم يعني فداء للقضية وبالتالي هذا شأنهم هم من يتحمل هذه المسؤولية هزا شأنهم ايه حضرتك مش ماخد دلك من كلمة دمشق اللي فوق ديت انا عارف ان فيه وورك سبيس اللي هو المكان اللي بيتأجر عشان نشتغل فيه ما فيش وور سبيس باشا دي ارضك وسيادتك اللي انتهكت بالقصف ده لا ده كويس انت ما شكرتش اسرائيل انا ادورها في الشهادة طب اوكي الايرانيين وعايزين الشهادة طب بالنسبة للرئيس السوري ايه بقى عطتلكش يحتاج الجنة في حاجة خلص ده الشهادة حلو قوي انا مش فهم ازاي ايران بالعرأس اكتنين على ضرب اراضيهم في سوريا بالشكل ده ولا طالما في حد يحسب على الساروخ والتاني يحسب على الشهادة فاضرب في سوريا ببلاش ما اهمكش ولا يمكن عاملين سياحة عسكرية اللي هو اهد زخيرتك انت واصحابك وانا وفرلك اسعاف ومطافي وخبر عاجل الحكومة السورية ليست معنية بس حتى لو الساروخ استهدف مبنى الحكومة السورية ما يخصناش برضو ما دون البنطلون ملناش دعوه بيه لا مش كده يا جماعة ما فيش حد يفكر يعني المسؤولين في سوريا يعني ان سوريا بلد لها دستور بيدي احق السيادة وان فيه ثوابت وطنية في سوريا تقولوا انه وظفت الجيش حمايتها من الاعداء دكتور حسام الدين خلاصي رئيس الامان العام للثوابت الوطنية ليس هو العدوان الاول الذي يستهدف سوريا وهناك يعني كان استهدفات كثيرة تعليق وقراءة منك لو سمحت انا لم اكن متشائما ولن اكون متشائما على الاطلاق كل محور المقاومة الان اي انجاز بغزة هو انجاز لنا في سوريا اليمنيين غيروا المعادلة كلها الحقيقة وبالتالي هذا مكسب الي انا في سوريا تفضل حارب في غزة خلي جيشك بدل ما ينسحب بدل ما ينسحب تفضل عم ينسحب جيشك يا نتنياهو روح روح شوف جيشك يا نتنياهو يالي المقاومة فاشخاك جيت تشطر علينا معاك حق فعلا هو بيقصف سوريا ليه اصلا هو بشار حاولي يسترجع للجولان ما الراجل يا جدعان تساكت من بداية العدوان على غزة هو تمو بيتكلمش هو عدو نفسه اصلا مش محتاج قصف يلا معليش هو الاحتلال كده عنده فراغ عاطفي وفقد في الزخيرة فبيجي تجرب في سوريا تفضل حارب في غزة عملت النمر وضربت في سوريا تفضل بقى حارب في غزة وشوف اللي بيضربوك هناك قللا يعني اكملنا رئيسنا بشارتيك تتشطر علينا بقول لك يا جدو تعال هنا كده معليش يعني انت قلتين انت شغال ايه؟ يا الدكتور حسام الدين خلاصي رئيس الأمام العامة للثوابت الوطنية يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني لما احتاج ايه يا جيلك؟ يعني بتروحوا مقر الهيئة العامة للثوابت الوطنية بتعملوا ايه؟ بتلعبوا ساب بتسنم؟ لا قل لي بجد يعني عندوك مثلا شعار للمؤسسة ليكو نشيد ليكو نشيد؟ ايه هو؟ منحيس مش عايز حركة فدي صدقي فيها بصراحة طب قل لي يا جدو يا لما بتغيب بيجبوا مكانك قنبوبة أمير؟ ثم هي لسه في سوابت في سوريا بسوريا كلها اتغيرت معادة واحد بس هو لسابت بوتن طب هي دي السوابت ماشي اوكي انا بصدقكم المتغيرات بقى مش عاملة لا ايه ما انا عمل ايه؟ تتغير لوحدها يعني فيش حد يأمن عليها كده وتتغير براحتها؟ كدو اللي بيحصل ده أكبر من قدراتك انا نفس اعرف ايه آخرة السكوت ده بجد؟ اي انجاز بيجز ده هو انجاز لنا يا عم بلدك بتتعرض لقصف جوه كل شهر من الداخل والخارج سدح مداح انت بتتلازف اي مكسب كده وبتنسى الخسارة؟ بالنسبة له اي انتصار في غزة انتصار لسوريا؟ اي انتصار في اليمن انتصار لسوريا؟ اي حد يكسب بولت استيميشن عشرة ضمن انتصار لسوريا؟ بقولك ايه؟ ما انت لو كنت راجل امين كنت فكرت السلطة بالسوابت الوطنية اللي اقسموا عليها وهي انهم يحموا الوطن وسلامة اراضيه يا جماعة ما حد كده يسال لحنا السوابت الوطنية شوية ينضم الينا من دمشق الكاتب والباحث السياسي دكتور طالب ابراهيم السيادة السورية ايضا مستباحة هل موقفها ايضا يدخل في اطار الصبر الاستراتيجي؟ دنساري الصبر الاستراتيجي غير موجودة الان على الاطلاق الان المنطقة قريبة جدا من الانفجار وايران لم تعود الان تطيق صبرا استراتيجيا ضربت في كردستان العراق عندما كان هناك اهداف وضربت في باكستان وستضرب في اي مكان ولا احد يمكن ان يتوقع كيف سيكون الرد الايراني والله ما حد يتوقعنا ايران هتضرب في اي حط في جزر البهام وفي سيش في كورلنبور في الاكوادور في ادلب سوريا سوريا مش مسمح لها تدفع عن نفسها الا في وجود محرم ما علش البي كاتب وبحث في الشأن السوري برضو ولا بتبط من طهران قول قول ما تكسفش هو بس بيحسبها ان لو اسرائيل بس اللي قصفت هتحصل غيرة فخلي الايران يقصف والروس يقصف والامريكي يقصف ايه لا لا لما تخرب خالص رجحها للتوكيد السيادة السورية ايضا مستباحة فعلا ما حق المزيعة تزععلك اه استاذ السيادة السورية مستباحة ما تزعيش اوي كده اه استاذ الاحسن توقعي السيادة السورية ده احنا مسكنها بالعافية مش رد سلوتيم شايف شايف طريقة كلام المزيعة السيادة السورية ايضا مستباحة اوه ده تقريبا اعلى اقوى موقف حصل ضد الاعتدال اسرائيلي على سوريا ياريت صوت الدولة السورية زي الصوت المزيعة بعدين سيبكم من كل اللي فات ده معلش انا عندي سؤال يا ايه البراميل اللي على شمالك دي شوف يا اخي سبحان الله اما القصف يبقى اسرائيلي تبقى براميل مخلل لكن لو على مدنيين سوريين نحشي البراميل برون معلش السوريين ركنوا المدرعات والدبابات والطيرات لما حصلوا عدوان وناس دين بالدفاع المدني هندفع عن السيادة الوطنية بوينش وعربيت مطافي وبراميل مخلل ان شاء الله بالزم ما فيه صبر استراتيجي عن كده ده حتى عربيت المطافي رسمين عليها شو على جرافيك لوه بيقولك ايه مش مهم تولع بس الحقيقة اللي عنده صبر استراتيجي والمواطن اللي عايش على أرض سوريا كل يوم بيتعرض لعدوان شكل واضح كده ان احنا مش هلاقي رأي عام حر في الإعلام السوري طب يا جماعة طالب ما فيه سيادة قرار والرد العسكري في الآخر جاي من طهران ما حدش بقي نضملنا من دمشق تاني ليه نروح للسورس على طول من طهران الآن الكاتب والبحث السياسي مصدق قبول سيد مصدق اهلا بيك عندما يتم الحديث الآن بأنه تم استهداف هذا المبنى بثمانية صواريخ ماذا تقرأ منها؟ طبعا يعني نوعية العملية التي قامت بها إسرائيل هذه المرة ربما تختلف يعني في استهدافات يعني السورية يعني استخدمت ستة صواريخ أو ثمانية صواريخ لغرض لا حاجة له أساسا يعني مبنى ربما أربع طوابط أو خمس طوابط وبالتالي لا يحتاج إلى كل هذه الصواريخ طبعا نعمل معا ايه ده؟ مع الدهالو يعمل شكل مش فاهم حاجة خالص انت ازاي حريص قوي كده عن الميزانية الإسرائيلية ده كويس انت بطلبتش بمحاسبة اللي ضربهم عشان يعني ده تبزيره أوفر بجد وبعد كده يا أستاذي بقى مليهم الأهداف صح عشان يعني ايه بقعته صرخ واحد بدل من الأوردر كده كومبو أو اتصل بالطيار قوله شايف العموارة اللي عن ناصية ديت؟ فيها قيادات إيرانية اللي جنبها بقى فيها دواعش اختار براحتك بس هو اتقرب من ثالث واحدة لها ما فيهاش ألغمه ولا حاجة بس فيها محل عصير وحش ما تشربش منه حضرتك مين؟ سيد مصدق سيد مصدق انت مصدق اللي انت بتقوله ده؟ قادي آخرت لما تبقى مش عارف تدافع عن نفسك تبقى متكل على حد مع أول ضربة يقولك ايه انت مش بسهل أطرد ده واحد غشين بيدرب بالتمن سوريخ ياابة بس انا مش هادر روم عليك لانها في النهاية مش أرضك ولا بلدك اسمعونا ايران البلد العظيمة اللي عندها قوات في كل حتة في المنطقة هتلكزم زي سوريا بسياسة ضبط النفس؟ لا انا مش بسدق اليوم وانه لربما سوريا ستتبع سياسة ضبط النفس كرد فعل مدعنا الجانب الايراني مرد ان اخر هنا سيد مصدق انا اعتقد يعني حتى الضبط وضبط النفس يعني هذه من اصول اصول المهنة القتالية يعني احيانا يمكن ان يقاتل من دون ان يتحدث يمكن ان يقاتل بأي طريقة اخرى يمكن يعني خص يمكن ان يقاتل بالصمت يا استاذ لو الصمت اسلاح فعال كان بشار احتل اسرائيل من زمان بس بشار يعني بيحب اول باول يقصف بلده ويركحها بدل ما يستنى غريب جي واعهاله يا ساتر لا بس واضح ان الصمت السوري مش مع اسرائيل بس الراجل ما تعلمش في حياته يقول لا الحد الا لشعبه من كتر الصمت هيغير اسمه محور المقاومة ونخلي مع بشار محور الممنع عن الرد حقيقة ان الصمت هو المشهد الحقيق في سوريا المواطن في صمت بسبب عجزه ومش عارف يشتكل مين والنظام في صمت رغم يبطشه ومش عارف ياخد قرار واحد بس او رد فاعل المجتمع الدولة زي ما كلنا شايفينه في صمت مش عارف يكبر دماغه ولا يخش يخصفه كمان لو بتشوفونا من خلال السوشال ميديا بتطرد تشوفونا كل يوم خميس حصر يعاد تليفزيون العربي في الأوقات والترددات اللي تحت لينك الفيديو ده كمان ما تنسوش تشتركوا في قناة جوشو على اليوتيوب وتفعلوا زر التنبيهات عشان يوصلكوا جديدنا أول بأول صباح على خير نشوفكم الأسبوع الجاي في حلقة جديدة من جوشو ترجمة نانسي قنقر